وفي الختام نتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء ممتسلين في ذلك الأمر الإراهي الكريم وقال ربكم دعوني أستجب لكم يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام والطول والإنعام اللهم إنا نسألك بمحمد النبيك وإبراهيم خليلك وموسى كليمك وعيسى نجيك وروحك وبتوراة موسى وإنجيل عيسى وزبور داود وفرقان محمد صلى الله عليه وسلم وبكل وحي أوحيته نسألك نسألك نصرا عزيزا نسألك فتحا مبينة نسألك عزا عظيما يا من بيده ملكوت كل شيء إنك على كل شيء قدير نسألك نسألك يا الله العفو والعافية والمعافات الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم ادفع عنا كل الفتن والآفات واقضي لنا يا مولانا في الدنيا والآخرة جميع الحاجات ستر العرش مسبول علينا وعين الله ناظرة إلينا بحول الله لا يقدر علينا بحول الله لا يقدر علينا والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن يميننا وعن شمالنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا يا الله يا من كنت قبل كل شيء والمكون لكل شيء والكائن بعد كل شيء اللهم اجعل لغزة وفلسطين فرجا ومخرجا اللهم اجعل لغزة وفلسطين فرجا ومخرجا اللهم اجعل لغزة وفلسطين فرجا ومخرجا بحق ليس لها من دون الله كاشفة ليس لها من دون الله كاشفة ليس لها من دون الله كاشفة اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين وآخر دعوانا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين وصلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله اللهم صل وسلم وبارك عليه في كل وقت وحين اللهم أمين نستودعكم عناية الرحمن الرحيم اشتركوا في القناة